ناحية تانية دايما تحسها نقصة ببرامدز عند لعب ببرامدز انه هو لو خسرت يعني مين هيتدايق لو خسرت مين هيزعل هو طبعا ده مش المفودي يبقى فكرة صحيح عشان انت كده كده انت بتحاول انت كلاعب تنجح بس في لعيبة تانية ما انا هاخد فلوسي ما هكسب والله اخسر انا هفضل نجم واسم كبير انا الامور بالنسبة لي مش محتاجة هلك وطعب واجتهاد وحماس والكلام ده كله نقصة يعني ببرامدز عنده كل مكاومات النجاح باستثناء نقطة في منتهى الاهمية هي نقطة الجماهير لازم دي بقى بصراحة كإدارة نادي تعوضها بجزاءات بمكافئات بعقوبات بتفاصيل كثيرة جدا تخلق حوافز للعبين يعني لازم الإدارة تعوض الحتة الجماهيرية دي لازم في رأيي يعني انا يعني ايه عاجبني دايما عاجباني تجربة برامدز عاجباني تجربة فيوتشار عاجباني تجربة البنك الاهلي فاركو هتقولي الاندية دي مش جماهيرية دورة ايه اللي مبقاش فيها اندية مش جماهيرية ده انا ضد الفكرة دي احنا طبعا دائما وابدا نتعاطف شوية مع الاندية الجماهيرية بس الاندية الاستثمارية دي هي اللي عملت قوة ورواج ومباريات كبيرة في الدورة اندلوقتي لما بتتكلم على مباراة برامدز والزمالك بتقول عليها مباراة كمة مباراة الاهلي والبرامدز بتقول عليها مباراة كمة فيوتشار والزمالك فيوتشار والاهلي مباريات دي بقت انت بتتفرج عليها ومخليها الدولة شكلو حيل الصرف اللي بتصيرف ده ويقولك الاخب يعني بيصيرفو كتير اوي ما هو الصرف ده بيعلي من πواتة بتاعت المفروض يعني مفروض عشان بس تبسكاش علي من المفترض أنه هتعلم من قوالة اللاعبين وقوالة المسابقة وكده وكده يعني وكده وكده يعني ديها بنحاول يعني ديها بنزق بس من المفترض أنه ده يحصل ده ملخص المواجهة النهاردة يعني ببساطة ما كانش مواجهة ممتعة الواحد كان آي لأنها مواجهة في الدوري وسط كاس العالم مواجهة كبيرة بين الزمال كوبراميز فمش يتحرمني أول نهاردة يوم أجهزة بكاس العالم فمش تحرمنا قوي من متعة كاس العالم بس شفنا النهاردة المباراة مكتش ممتعة خالص بصراحة لا من الزمالك ولا من البرامنز ومصطفى شلب اللي تقلق في هذه المباراة في الشوت الأول وخرج في الشوت الثاني سجي الهدف الوحيد في ديئة أربعة